نروح لأخبرنا نروح لأخبرنا أول خبر يخص محمد الشناوي وركز معايا بقى محمد الشناوي في حكاية كده في حكاية أنا قلت لكم من كام يوم إن إصابة محمد الشناوي هتاخد فترة علاج وتأهيل لحد ما قبل مباراة نهائي دورة أبطال أفريكا مباراة الزهاب بربع تيام يعني إن شاء الله يبقى جاهز في مباراة النهائي حصل تطور في إصابة محمد الشناوي في عضلة السمالة المفروض المزء الخفيف ده يتحسن مع الأيام مع التأهيل وقى الأمور تتحسن يبدو إن التحسن يتم ببطء شديد لدرجة إنه حتى هذه اللحظة بحسب مصدر لنا في رقم عشرة ما فيش تحسن في هذه اللحظة ممكن بكرة إن شاء الله الأمور تمشي بس هذه اللحظة مفيش تحسن وبالتالي خد بالك أنا بكلمك بدقة شديدة وبالتالي قد يتأخر عودة محمد أو تتأخر عودة محمد الشناوي للتدريبات طيب ده معناه إيه؟ بالمعناه إنه مش هيلعب زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسبة آه في نسبة وإن كانت بسيطة آه إنه مايلعبش زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا النسبة الأكبر إن شاء الله هيلعب النهائي بس أنا بحطك في الصورة وبقولك اللي بيحصل في النادي الأهلي النهاردة على مستوى الجهاز الطبي مع الجهاز الفني وتطورات إصابة محمد الشناوي يعني النهاردة الجهاز الفني بعد ما خد كلامه من الجهاز الطبي كتب أكيد في ورقة وارد إن محمد الشناوي مايبقاش معايا في زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بقى في نسبة حتى لو خمسة في المية بس بقى في نسبة من كم يوم لا لا محمد الشناوي هيرجع هيرجع قبل النهائي دوري أبطال أفريقيا باربع تيام دلوقتي بقى في نسبة إنه مايلعبش نهائي دوري أبطال أفريقيا نسبة 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 قليلة آه نسبة قليلة بس مش نسبة كبيرة فإن شاء الله محمد الشناوي يلعب وزي ما قلت لكم مبارح وزي ما كان معايا كابتن أحمد ناجي مبارح هيفضل علي لطفي حادث كبير لعب في مباريات صعبة لعب مباريات أهلي وزي مالك لعب مباريات أفريقية وكان بيشيل وكان بيقدم مستويات جيدة فواحنا بنقول إنه محمد الشناوي قد لا يلحق بالنهائي ولو بنسبة صغيرة تاني بكرر فالأهلي لديه أيضا حادث كبير هو علي لطفي يستطيع أن يتحمل المسؤولية في أوقات صعبة إن شاء الله ما فيش ألع على حراسة مرمى النادي الأهلي وإن كنا دائما وأبدا نبحث عن محمد الشناوي نتمنى محمد الشناوي يبقى جاهز حارس الأول في مصر حارس منتخب مصر حارس النادي الأهلي الخبرات العديدة فبالتأكيد مهم يبقى موجود بس لو لا قدر الله لا قدر الله ما فيش موجود ففي حارس آخر كبير هو علي لطفي يستطيع أن يتحمل المسؤولية دي حكاية محمد الشناوي اللي قلتها لك وأنا أختار كلماتي جيدة وأنا أختار كلماتي جيدة بالتفصيل وبالدقة التامة التامة تبقى للكواليس ومعلوماتنا اللي جات لنا من النادي الأهلي طيب